السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ثم أما ده طبعا الدراء اللي كنا زرانه مع بعضه اللي هو مقاوم للملوحة ومقاوم للتسوس من أرضه احنا كنا روينا رية المحياة رية المحياة اللي هي ثاني رية بعد رية الزراعة نحنا بنحط البزرق وبعد كده ثاني رية بعد الرية دي بنسمع رية المحياة بيكون لسه الدراء سغير طبعا الدراء المحياة عشان يكبر نسبة عن زي دي النعرض ده احنا بنصور عشان هنعزقه هنعزقه لي العزيق أولا بياخد الحشيش دي أولا هي دلوقتي اللي هي مبادات حشيش يعني في مبادات حشيش يعني فيه مبادات حشيش موجودة في السوق طبعا الناس بترفش مبادات حشيش طيب بالنسبة للرش مبادات حشيش هانا اللي ينفع يستغنى عن العزيق يعني انفع ما عزقش الدراء اقول له لا لان الدراء لازم يتعيس ليه؟ لان عود الدراء هاول وعود الدراء على دماعة والنهاردة برضو هنخيف شنج لانا كنت زيقه أكتر من حباية في الجورة تمام؟ فهنخيف سنهاردة هنقول كل الاعدان الزيدي هنشيلها هنسيب الجورة على عود واحد بس اقوى عود فيها هنسيب تمام؟ وهنخيف في الاعدان مساء هننشيك دي كده اقلع دول وهنسيب الجورة على عودين زي دي كده هنسيب اقوى واحد ده وهنشيل الدايس دي تمام؟ تمام زي اللي احما شيلنا عنده تقلع دول العزيب ليه لازم العزيب؟ لازم نضبرة بيجي تعزق لسه يا جماعة او لازم يجيلو حب التراب جانبه كده يعنا امسك كده اجيب له ايه؟ انظف الحشيش واجيب له حبت أسنيلو بحبه التراب جانبه كده او تم كده جماعة لازم يتسنت بحب الطراب كده اهو شيفين نردع نوريكم الناحة التانية كده اهو يتسنت بحب الطراب كده وهكذا بق اهو زي كده بص يا جماعة نشيل الحشائش نتخلص من الحشائش اهو ونضيب له حب الطراب كده اهو اهو يتسنت بحب الطراب كده مبيكبرشي الدراب يكبرشي وبيسامبل وصغير يعني بيطلع بيطلع الشوشة بتاعته من فوق كده الهي بيقولوا عليها اه السمبولة بتاعته اللي احب اللي اكرتتية avere في اخر العود وبيطلعها جميلة ياخد حجمه الطبيعى بيتنلفon وبعده يفكر يطلع الشوشة اما او يطلع الشوشة بتاعته وقعنا نحط له اثلاء اسماد ازومتى احنا نحط يوريا يعني انا عندي اسماد ازومتى يوريا طبعا الفداين بيحتاج اااااوني ١٢١ واحدة يبدوا إثلاء ١٢ من ٢٢ واحد اعنا ١٢ واحدة اذهبت على الشقارة الشقارة مثلا بتاع اليوريا بـ ٣٠ واحد الشقارة بتاع النطارات هي بقى فيها تقريبا ٣٠ واحد فالفداين بيحتاج ١٢ واحدة شوفهم باحثهم كم شقارة يعني يوريا هيبقى مسلا تلات اربح شكاير. اربعين واربعين تمانين. واتمانين واربعين يبقى. وطبع. مية وعشرين. يبقى ثلاثة شكاير. لابن لو نترطت يبقى ايه خمس شكاير. تعال يا دمع. تمان. سيحنا نحط السمات بزوية هنجيب السمات بازوبت ونحط معكم برضو. بخليكم معين. هكيدة عزاء ناون. ابتدى عزاء. وهنحط السمات بزوية بعد كده هنيروية. الرأي بقى طبعا دي ارض اطنية بتريهه غمر. تمام? تمان. اه طبعا اللي بيروي رملية بيروي طبعا كل يومين او كل تلاتة. اللي بتريهه كل عشر ايام. عشان دي ارض اطنية بتحتفظ بالمال. تمام يا جماعة? تمام. فخليكم معينة نجيب الازوت. ونحطه. وكده الفيديو بتاعلى يبقى خيمص. بعد ما نحط الازوت. ودي الخدمة المفروض بيتحطر الدرة على طول يعني. تمام? دولة بتحطر الازوت مية وخمسين. مية وخمس اه بتحطره مية وخمسين اه كيلو. تمام? مية وخمسين كيلو جرام. فيه. يعني بتحطر بتحطر تلات دفعة قصد. كل دفعة خمسين كيلو جرام. تمام? تمام يا جماعة? تمام. هو بيحتاج مثلا طول حياته. اربع تلات اربع شكار. احط في كل في كل دوف عاملهم شكارة. يعني تقول شكارة خمسين جايلو. عندنا جينا في مصر. طيب. فخليكم معينة نجيب الازوت نحطه. فتبقى ولي. ده يا جماعة السبان الازوت تاو. ده اللي هو اليوريال. ده اللي هو اليوريال. طب نسمد ازاي? تحت كل عود. اه. كمام? في الحتة اللي بتمشي فيها المي. عشان ايه? اه. تمام? تجبيش كده تجبيش حول النبات كده. تمام يا جماعة اهوه? تجبيش حول النبات كده. بصوا جماعة. او تجبيش او تسبح حول النبات كده. اهكروا يا ربنا. اهكروا. النبات اللي اتعزق طبعا. اللي اتعزق طبعا. تمام كده يا جماعة? تمام. وكده جدا هيدن فيديو للخيمة بتاع النهاردة. وان شاء الله برض بعد ما نسيه. بعد ما نسيه. هندي درشة نبكيه. تمام؟ لأن الدرع بيانمو سريعا. هندي درشة نبكيه. عشان هو يعني على السياق دي هكون كيبر شوية. وعلى السياق بعدها يكون قرر بيخرج الزام بتاعتم اللي فيها التقاوي. فعشان يبقى ما نديه خدمة تعرف تمشيه في اللي ما تبهل. فالسلام ختام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وارجو كل الناس تهتم بالدرع بتاعها والزرعة بتاعها لاني شوفت في كدره كتير. الناس بشبهتما يبخب ميلي بشبهتما يبعزيه. واللي بقى سف سامبل هو ايه هو لسه كوصير كده. وبوز. كده يعتبر المحصون انتهى. دعا يا جماعة تمام. فتخلنا بالكم انزلعوكم. العزيق اهم حاجة. اهم حاجة العزيق. اهم حاجة العزيق. بعد راشي لحط لو راشي ترش حشائش. لو راشي بمبيت حشائش. لازم تعزم. لازم النبات يجي له حب التراب زي دون جنبه كده. حبك التراب دول احسن من ايه يخدمه. بيسنلوه وبيغزوه. وبيخنلوه ليتوالز وياخد المعدل بتاعه الطبيحي. ويسن ايه واشكركم. اللي عنده رسالة وايسف صاري سيبو في التعليقات.